ترأس الوزير الأول نذير العرباوية اليوم اجتماعاً للحكومة خصصة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوقوف على التدابير المتخذة الخاصة باستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن مع التكفل الفوري بالعائلات المتضررة والتعويذ عن الخسائر والترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل تحسباً للدخول المدرسي والجامعي فضلاً عن ضمان وفرة المواد والسلع في الولايات المتضررة هذا وسجلت الحكومة إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة بعيداً عن كل المخاطر والتكفل الفوري بمستلمزماتها كما استكملت الحكومة تنفيذاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة الماضية كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية بأبعادها المختلفة المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ أخيراً تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تفيذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعاية الجزائريين المقيمين بالخارج